اليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ وما أعطيته في الدنيا ستجده أمامك في ودائع هذا يدعها في بنوك وهذا يدعها عند مليك الملوك فمن أودعها في البنوك لن يراها إذا غيب في اللحن ومن أودعها عند مليك الملوك لا ترد له كما أودعها بل يضاعفها الله جل وعلا وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله فالإنسان يدع الله جل وعلا ماله يدع الله جل وعلا ركعات في الأسحاب يدع الله صلاحا مبرا مع والدي يدع الله كلمات طيبة مع جيرانه يدع الله خطوات يحتسبا إلى المساجد يدع الله أبناءهم يربيهم على الدين يدع الله حلقات ومجمعات قرآن ينفق عليها ماله علا هو أن يجد ذلك عنده